اشتركوا في القناة فأمهل العصات وأمر أنبياءه أن يسيروا في الطرق الطبيعية الله سبحانه وتعالى هو القادر المطلق لكنه لا يقضي على العصات بمجرد عصيانهم وكفرهم ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الحكمة اقتضت إمهال هؤلاء وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إذن الله سبحانه وتعالى هو القادر المطلق وعن مع ذلك حكمته اقتضت أن يمهل الكفار والمنافقين والعصات ولا يأخذهم فورا كذلك حينما علم هذه الأسماء إلى أنبيائه وإلى أوصياء الأنبياء وأعطاهم الولاية التكوينية على اختلاف درجاتها هؤلاء يسيرون ضمن حكمة الله سبحانه وتعالى ولا يستفيدون من هذه القدرة بشكل دائم إلا في حالات استثنائية حالات استثنائية جدا لذا تشوف مثلا النبي موسى عليه الصلاة والسلام للتبليغ لإثبات أنه صادق من قبل الله سبحانه وتعالى أراهم معجزتين ثم تسع معجزات ولم يستفد من هاتين المعجزتين للقضاء على فرعون وآله إلا حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقضي عليهم ففلق بالعصى الباحر فلما توسط آل فرعون الباحر الله سبحانه وتعالى ألقى الماء على الماء فأغرق آل فرعون الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقضي على فرعون وآل فرعون وهم في مصر بدون حاجة إلى الخروج وأن يمكن موسى وبني إسرائيل من حكم مصر من دون أن يخرجوا من مصر يذهبوا إلى سيناء في التيهة أربعين سنة ثم بعد ذلك إلى فلسطين الله قادر لكن حكمته وقتضت أن تكون الدنيا دار امتحان والامتحان يقتضي الإمهال وجعل طرق طبيعية من سار في تلك الطرق يصل إلى النتيجة سواء كان على حق أو على باطل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وتلك الأيام نداولها بين الناس ترجمة نانسي قنقر وليس لك